لأول مرة وبمشاركة 43 دولة من بينها ليبيا احتضنت مدينة اسطنبول التركية دورة في استجازة العلماء في صحيح البخاري الدورة التي جاءت بدعوة من رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق بالتعاون مع دار الحديث وقف سينان باشا التركي في مدينة اسطنبول تعتبر الدورة العلمية التاسعة من نوعها لقراءة وسماع صحيح البخاري كاملا وذلك في حدث يعتبر الأول من نوعه في تركيا ارتأى مجلس الإدارة في رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق أن تكون هذه الدورة نموذجية في الاستجازة العلماء في أعلى الأسانيد العالمية وبفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا بالتواصل مع دار الحديث في وقف سينان باشا في اسطنبول بأن نعرض عليهم الفكرة فقام الشيخ بسام حجازي مشكورا بتبني هذا الأمر أيضا وتعاوننا في ذلك وبفضل الله سبحانه وتعالى دعونا أكثر من ثلاثة عشر عالما من جميع علماء العالم الإسلامي وهم يحملون أعلى الأسانيد العالمية لإجازة المستمعين بصحيح البخاري وبفضل الله وتوفيقه قد حضر هذا المجلس ما يزيد عن أربعمائة إلى خمسمائة عالم وطالب علم وحمل المجلس العلمي الذي انطلق في السابع عشر من أغسطس الجاري ويستمر حتى السادسة والعشرين من الشهر نفسه عنوان مجلس الشيخ الشهيد وليد بن محمد العلي لقراءة وسماع صحيح البخاري كاملا بالسند الموجود والمتصل وذلك على يد نخبة من كبار العلماء المسندين من مختلف دول العالم الإسلامي ويشارك بالمجلس الذي يحتضنه مجلد كوجات بيه في اسطنبول أكثر من خمسمائة عالم وطالب علم من ثلاث وأربعين دولة بينهم سبعون عالما من العراق فضلا عن حضور أكثر من خمس وسبعين طالبة علم إلى جانب من حضر الدورة عبر النقل المباشر في عدد من الدول كما هو معلوم أن تركيا صارت الآن قبلة المبعدين والمتهدين والمضيق عليهم سواء في الشرائح البشرية المتنوعة وبخاصة جملة كبيرة من أهل العلم الذين لهم موقف ولهم دور ولهم تأثير في الساحة وفي الحياة الاجتماعية فضمت واحتوت بين أحضانها كوكب كبيرة من أهل العلم وتعيش الآن نهضة علمية بوجود هؤلاء إضافة إلى الفضلاء الموجودين من أهل العلم في تركيا فهي في الحقيقة الآن تعيش مرحلة متميزة متقدمة في النهضة العلمية والإسلامية وكما لا يخفى الآن تركيا لها رمزيتها الإسلامية والأهل السنة والجماعة فالأنظار صارت موجهة عليها سواء من قبل العلماء أو من قبل الدعاة أو حتى من طلبة العلم وبحسب القائمين على الدورة فإن الهدف منها تقديم دورة نموذجية في استجازة العلماء وطلبة العلم في أعلى الأسانيد وهو صحيح البخاري هذه اللقاءات المباركة التي تعقد في هذا المسجد وفي تركيا وفي اسطنبول بالذات هذه اللقاءات نحيي فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونلتقي بها مع كبار العلماء والمسجدين بالأحاديث النبوية إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام وشارك عدد من العلماء وطلبة العلم الليبيين في الحدث إلى جانب نخبة من العلماء وطلبة العلم من مختلف دول العالم الإسلامي